طائرة البوينغ 747-8 هي أكبر وأثقل طائرة من إنتاج أمريكي سواء على الصعيد المدني أو على الصعيد العسكري هي الأحدث الأقوى الأسرع الأضخم انظروا فيها طابقان من أولها إلى آخرها إحدى هذه الطائرات النادرة تعود ملكيتها للعائلة الملكة القطرية تم تعديلها من شركة بوينغ نفسها لتصبح قصرا طائرا شركة أماكل سويسرية عرضتها للبيع لصالح العائلة المالكة في قطر الطائرة الأصلية مصممة لتحمل أكثر من أربعمائة راكب لكن الملوك لا يأبهون بكل هذا العدد من الركاب يحتاجون إلى مقاعد أقل ومساحات أكبر تمت إزالة المقاعد لتصبح الطائرة تقل فقط 76 راكبا وتم تحويلها إلى سبع غرف نوم وقاعة استقبال وقاعة أخرى أصغر للاجتماعات فيها غرفة طبية أيضا ومنطقة لطاقم الطائرة مواطن سويسري خبير بالطائرات اسمه جويل جوت فوكت غرد بهذه التغريدة منذ أيام قليلة يقول الظاهر هذه البوينغ 747 داش ثمانية أقلعت اليوم إلى ملكها الجديد في تركيا سأله المغردون هنا في الأسفل سألوه من هو ملكها الجديد في تركيا لم يجب لا يعرف الإجابة أو لا يريد الإجابة بعدها بيوم واحد يوم واحد فقط النائبة التركية المعارضة جاميز تاشجير تقول الطائرة التي عرضها شيخ تميم أمير قطر للبيع في أغسطس تم شراؤها وضمها إلى أسطول رئاسة الجمهورية بـ 400 مليون دولار التصريح انتشر بسرعة وفتح شهية الصحافة المعارضة للحكومة التركية هذا هو موقع أوضا تيفي يقول بعد قصر باشتبه الرئاسي وقصر ملاذ كرد الرئاسي حضي أردوغان بقصر رئاسي طائرا أيضا مصادر إعلامية رسمية مثل تي آر تي وغيرها أكدت وصول الطائرة إلى تركيا لكن الصحافة الموالية كصحيفة خبر ترك تقول إن الطائرة الفخمة كانت هدية من الشيخ تميم للرئيس أردوغان لا تأكيد قطري حتى الآن أن هذه الطائرة هي طائرة هدية لكن تذكرون النائبة التي تحدثت عنها وهي معارضة عادت وغردت بهذا توصلنا إلى الشركة السويسرية التي وكلها أمير قطر ببيع الطائرة مسؤول المبيعات تقول أكد أن الطائرة تم بيعها ومعلومة البيع موجودة على صفحتها أيضا الشركة تقول تم بيعها والموالون يقولون إنها هدية طبعا نحن من جهتها تصفحنا الموقع شركة أماك التي من المفروض أنها هي التي باعت الطائرة فوجدنا هنا ما هو مكتوب سولد هذا ما ذكرته النائبة سواء بيعت الطائرة أم أهديت كيف تفاعل العرب مع الموضوع سعيد المهاري غرد قائلا القصر الطائري طائرة رئاسية قطرية تقدر قيمتها بنحو نصف مليار دولار هل بدأت قطر بتوزيع الإرث على المستحقين منها أبو عزام يقول أبو عزام لم ترسل قطر الطائرة لأردغان إلا محبة علما أنها هدية مبالغ بها لم يرسلها تميم من أجل أن يقمع أردغان وشعبه كما فعلتها السعودية وأرسلت المليارات للسيسي لقمع الشعب المصري أما أحمد إمبابي يقول تميم يهدي أردغان القصر الطائر طبعا هذه ليست هدية لأنما الجزي المفروض عليه نصف مليار دولار من أموال الشعب القطري رشيد الوراق يقول مبروك للسلطان أردغان وشكرا حكومة قطر ما أنا من اسطنبول الكاتب والصحفي التركي حمزة تكين سيد حمزة تكين مرحبا بك لماذا لم نسمع خبرا شافيا من الحكومة التركية سواء كانت هي هدية أم كانت مشتراتا هذه الأخبار اليوم كما ذكرت حضرتك في هذه المقدمة ما زالت بين الأخذ والرد بكل تأكيد سيكون هناك تصريح رسمي من قبل الحكومة التركية حول هذا الموضوع خلال فترة قريبة ولكن بعيدا عن كل هذا الجدل ولعلمنا بالعقلية التي يدير بها الرئيس التركي رجب طيب أردغان الدولة التركية والحكومة منذ أكثر من 15 عاما لا يمكن لأردغان أن يدفع هذا الثمن الكبير ثمن طائرة يعني في الرئاسة التركية هناك أسطول من الطائرات التركية والرئيس التركي ليس بحاجة لأن يشتري مثل هذه الطائرة وإن قام بهذا الفعل فستقوم الدنيا عليه في تركيا ولن تسكت المعارضة على الإطلاق وبالتالي هو أذكى من أن يقع بمثل هذا الخطأ لو فرضنا أنها هدية وتقبل هذه الهدية هل ستكون هذه الهدية شخصية أم هدية للحكومة التركية ستكون ملكة دولة التركية على الإطلاق هي هدية بكل تأكيد لها معاني كثيرة في السياسة ليست مجرد هدية عادية هي لا تذهب على الإطلاق لشخص الرئيس التركي أو لأي شخص مسؤول في الدولة التركية ستكون ملكيتها عائدة لرئاسة الجمهورية التركية وبالتالي يستطيع أي رئيس يأتي بعد الرئيس أردغان على سدة هذا المنصب أن يستخدم هذه الطائرة وبالتالي هي ليست شخصية للرئيس أردغان وقد خرجت هناك تسريبات عديدة تؤكد هذا الموضوع حتى أن القانون التركي لا يعطي المسؤولين الأتراك وعلى رأسه بطبيعة الحال رئيس الجمهورية شكراً فرصة تتقبل الهدايا بهذه الحجم كهدايا شخصية شكراً لك من أستنبول خرجت لكم